اعلن جهاز حماية المنافسة اطلق استراتيجية جديدة تحت شعار اسواق عادلة تستهدف خلق وضمان ممارسات تنفسية حقيقية في الاسواق فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي في البلاد وقال رئيس الجهاز الدكتور راشد العجمي ان الاستراتيجية قائمة على اربعة اهداف رئيسية تتمثل في انشاء اسواق تعمل باسلوب جيد وتطوير ثقافة المنافسة واصال نتائج جيدة عبر اسواق تنفسية بالاضافة الى جعل الجهاز مركزا للمعرفة والخبرة